ليس الشهيد إذا مات بمرض أو مات مطعون أو غريق أو حريق أو ضحية بسبب ظروف معينة ممكن تكون دينية وممكن تكون سياسية وممكن تكون اجتماعية أو إذا مات بسبب خناقة يعني أنا بعرف في بلد كان فيه عيلتين بيتقاتلوا مشلمين ومسيحين والعيلتين بعدين كل البعد عن الله والمسيح قتل المسلم وعملوله مزار طب ما هو عم بيطعاتوا مخدرات كيف وصفتوا أنه هذا اللي مات هو الشهيد على أي حق على أي أساس فإذا الشهيد ليس اللي بموت بأجل خناقة مع شعب من شعب آخر أو بيعمل عملية انتحار ولا حتى الذي يعرض نفسه للموت يعني هذا بموت بدون قيمة بدون ما يفهم قيمة النفس وأهمية النفس في نظر الله ممكن يموت لأنه مثلا ضحية شيء معين لكن هذه ليست الشهادة يعني ممكن مات آه بسبب ضحية بسبب ظرف لكن هذه ليست الشهادة ممكن عم بفجر نفسه مع الأعداء وقتل الأبرياء عندما قتل شمشون نفسه مع الفلسطينيين القدماء هذا لا يعني أنه مات شهيد نقول عنه لا الله تعليمه مش هذا التعليم ليس لسبب تعصب ديني يعني في ناس عم تعمل عمليات انتحارية باسم الله اللي عم تشوفه اليوم بداعش وأحزاب أخرى إرهابية عم بتقوم بأعمال قتل الآخرين بسبب أنه لا يتفق معاه بالعقيدة والأغرب أنه ممكن يقتل كمان مسلم مثله لكن لا يتفق معاه بنفس القناعة ولا بنفس العقيدة فإذن هؤلاء اللي بموتوا على فكرة بحطوا متفجرات وبيقتل أبرياء هؤلاء يعني نزولا إلى الجحيم وعذاب أليم من الشياطين يعني الشياطين راح تأخذ فعلا وقت أنه تعذبهم أكتر من أي شخص آخر أحب أنه أي شخص بيسمعني يعرف هذه المعلومة لألا يتفاجأ عندما يواجه الله يرى أنه في جحيم الجحيم بل في قاع الجحيم